يتفضل الآن الشيخ عقيل عبد الحر لإلقاء موجز بحثه وهو موجز الموجز إن شاء الله والبحث الأخير الجودة والإتقان في منهج القرآن الكريم جودة الحياة في تراث أهل البيت الإمام زين العابدين الموذجا وأظننا يعني لو سمحتم في الحقيقة سنكون مجبورين في التخلي عن المداقلات الشيخ عقيل النصراوي خطيب حسيني منتسب في قسم الشؤون الفكرية والثقافية بصفة مؤلف له مجموعة من المؤلفات منها الدرر الفاخرة في سيرة المصطفى الطاهرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أقرأ عليكم ملخص بحثنا الموسوم جودة الحياة أو الجودة والإتقان في منهج القرآن الكريم جودة الحياة في تراث أهل البيت الإمام السجاد أنموذجا أحبتي مصطلح الجودة ظهر في زماننا هذا حيث لم يكن زمن ظهوره بالبعيد وأن الهدف هنا هو إثبات أمر مهم جدا وهو أن المصاديق التي ذكرها علماء رواد الجودة الشاملة قد نص عليها الإسلام من خلال القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت عليهم السلام فالذي يريد أن يثبته البحث هو أن الجودة والإتقان من صلب العقيدة الإسلامية وهو أحد مناهج أهل البيت عليهم السلام نقطة أخرى يهدف البحث إلى الوصول إلى حقيقة معنى الجودة بمختلف أبعادها ليتسنى لنا الخوض في معانيها والتعرف على أصولها في منظور القرآن الكريم وما يتعلق بمفهوم جودة الحياة وكيف أن الإنسان يصل من خلالها إلى نيل السعادة والرفعة والصحة لا سيما الأمن والأمان في الدارين الدنيا والآخرة كل ذلك من خلال تسليط الضوء على أحاديث وتعاليم الإمام السجاد عليه السلام كنموذج في البحث ثم استنباط ما يتعلق بجودة الحياة من طيات تراث الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام التي وردت في المصادر المختلفة نعم يهدف البحث كذلك اختصارا تحليل وذكر العناصر الموجودة في شخصية الإمام السجاد عليه السلام تقديم نموذج متكامل للحياة السعيدة يراعي جميع جوانب الأفراد والمجتمعات المادية والمعنوية والاجتماعية من خلال المنهج الذي خلفه الإمام السجاد عليه السلام وهو المنهج الذي يسعى لتأسيس جو متكامل يشتمل على جميع مصاديق الجودة التي تجعل من الإنسان يعيش حياة طيبة قدر الإمكان أخرى استخلاص الدروس والعبر من مفهوم جودة الحياة في فكر الإمام زين العابدين عليه السلام هنا ينتهي البحث عندنا ولله الحمد أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة